قال الملاك للرعاة هأنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب أنه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب حب هذه التسمية المسيح الرب المخلص المسيح هو المخلص ليس مجرد نبي ولا مجرد مصلح عظيم ولا معلم أخلاقيات حياته فريدة من نوعها لكن مخلص هو المسيح الرب عيد الميلاد هو عيد الخلاص أيضا نحتفل بميلاد الرب يسوع المسيح نحتفل أيضا بخلاص المسيح وهذه البشارة اللي زفها الملاك للرعاة في حقل الرعاة في بيت صحور وبشركم بأعظم بشارة بفتقدكم في أحلى زيارة وهذه الزيارة أنه في مخلص جاي والمخلص هو المسيح الرب هذا المخلص اللي رح يكون الراعي الصالح الذي يبدل نفسه عن الخراف وهو الذي سيكون حمل الله الذي يرفع خطية هذا العالم وصلي من كل قلبي أنه اليوم تختبر يسوع المسيح راعي الخراف العظيم أن يكون راعي حياتك اليوم وتختبر خلاص المسيح من خلال الفداء لأنه هو حمل الله افتداك بدمه حتى تخلص من العبودية تخلص من الخطية تخلص من الشيطان اليوم أنا بصلي في هذا العيد أنه يسوع اللي ولد في بيت لحم يولد الآن في قلبك بالإيمان وتتوجه ربا وملك على حياتك كل بساطة صليها قل له يا رب يسوع ارحمني أنا الخاطئ أنا بدعوك لحياتي اليوم حتى تولد من جديد ثانية في حياتي بالروح القدس وتوجك رب وملك ومخلص على حياتي لكل مشاهدينا بتمنى لكم عيد ميلاد مجيد وبصلي أنه ربي يباركه خلال هذا العيد وكل طلبي وكل صلاة رفعت تستجاب في هذا العيد من أجل خاطر يسوع وصليها باسم الرب يسوع المسيح وكل عام وانتم بألف خير صحيح جديد من الأبان اشتركوا في القناة